نعود إلى موضوعنا الرئيس في حلقة اليوم موضوعنا يتناول سوق الطيران في الإمارات والسؤال الذي طرحناه طوال الحلقة كان كيف تقوم سوق الإمارات أو سوق الطيران في الإمارات وأي الشركات تفضل ولماذا الزميل أحمد أبو سمهدان استطلع أراء شارع الإماراتي وعاد لنا بهذه الأجوبة لا هو عمات التيران في البلد والمطارات بزيات متطورة جدا ممتازة في المواعيد يعني تطلع وتوصل في المواعيد وفي المدينة اللي تريدها دايركت من المدينة اللي أنا فيها يعني أنا من أبوظة بيطلع دايركت يعني على طيران الاتحاد مثلا أي مدينة أريد الله ممتاز بس بالنسبة للأسعار الأسعار كويس جدا بالنسبة الاقتصادي تراني اقتصادي كويس جدا سوق كويس يعني فيه فرايتيز في كذا شركة طيران وبيعملوا أفرز من وقت للتاني ودي شيء كويس يعني مش وحش بيرفكت لأنه جمالا كل الطيران موجودة بالإمارات متطورة عرفت عليها وكل بلد متطور وكل بلد عنده اقتصاد عالمي بتقايموا بمرتبة الأولى يعني بس والله هنا فرقا يعني تعتمد من شركة لشركة في شركة بتعامل معها من غير ما أذكر أسماء تقاطي ساير أحسن من الشركات التانية ما بعرف أنزل ما يعني ما في كنترول عليهم بحطوا السرع اللي بالدنيا ما عدا بقلهم شو عم تساوه هاي نقطة يعني نرجو تتخذ بعين الاعتبار من أبطالهم يعني من الكويسين اللي تعاملت معهم فعليا ما تعاملتش طبعا مع الكل بس اللي تعاملت معهم فعليا الاتحاد كويس اللي امارات كويس ولاني مصر طبعا في مصر تران يعني بس فعليا كخدمات وك بس كله بتمنوا برضو بدي بتأثر على الفيز طيرا الاتحاد نفس المدينة اللي أنا فيها أطلع أرجع من نفس المدينة فلاي دبي عشان موعيد بالنسبة للسفر لمصر موعيدة كويسة جدا يعني دايما ما فيش تحليف فيه اللو كوست وفيه هاي كوست دي قوات لي الميزات بتاعته بتبع السفر عليه أزرف وكل حاجة بس وبيتديك ساعة في الوزن بس حسب الأوفرزين إنما التانية بيتديك أوفرز أكتر زي العربية زي فلاي دبي الحاجات دي اللي تاخد للصراحة أنه أكيد طيران الإماراتي لأنه طيران الإماراتي هو عالميا هو أول شي وصل مرحلة أنه ياخد مجاله الجو دايريكت لأمريكا هذا المجال الجو كتير رائع لدولة الإمارات إذن مع هذه الأراءة نختتم حلقتنا لليوم شكرا لمتابعتكم ولقاءنا يتجدد في الغد مع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة